شبر آخر بل وصلت إلى صنعاء طائرة تابعة للصليب الأحمر قادمة من جنيف وعلى متنها مساعدات إنسانية وأدوية للمتضررين جراء العدوان السعودية الغاشم وأوضحت المتحدثة باسم اللاجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن ماري فرقالي في تصريح صحفي أن الشحنة هي ثانية من نوعها وتحتوي على 35 طن من المساعدات الطبية ومولدات الكهرباء والخيام ومعدات تنقية للمياه من جانبه توقع مدير النقل الجوي بمطار صنعاء الدولي محمد السريحي وصول طائرة ثالثة الأربعاء المقبل تحمل مساعدات إنسانية تابعة للصليب الأحمر